اشتركوا في القناة وهي منزلة للربح والزواج ورح ينتقل القمر الساعة سبعة واربعة وعشرين دقيقة من صباح اليوم الأربعة ثمانية اثنين رح ينتقل لمنزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح طبعا القمر اليوم موجود في برج العذراء منعود الآن لطبيعتنا الجادة مننتبه أكثر لصحتنا بممارس التمارين الرياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردة أو شاردة وانتفحصها منجد أن عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام منشعر أن الناس شحيحون في عطاهم هديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما إلها وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادة سيئة كالتدخين وشرب الكحول موسع نقتنا حيوان أليف ومطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عندنا أول زاوي هي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين نبتون وحكينا أن تأثيراتها هي مستمرة لغاية اليوم آخر يوم لا إلها نصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون دروتها ساعة ثلاثة ودقيقة صباحا بتوقيت غرينيتش يعني تأثيراتها طيلة النهار من منتصف الليل وطيلة النهار أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذا بيتجه للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي قريبة بنفس الوقت ونفس التأثيرات طيلة النهار هي زاوية تثليث إيجابية ما بين القمر وما بين أورانوس وهي رح تكون ذروة الزاوية الساعة ثلاثة وستعشر دقيقة صباحا بتوقيت غرينيتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفاد منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس وهي برضو تأثيراتها طيلة النهار هذه الزاوية طبعا تأثيراتها هي مستمرة طيلة النهار ولغاية يوم تسعة اثنين اليوم ذروتها الساعة خمسة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت غرينيتش بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاول أكبر كما بتكون شعبيتنا في تصاعد أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون ذروتها الساعة ثمانية وتسعة وثلاثين دقيقة مساءا بتوقيت غرينيتش يعني تأثيراتها رح تكون من ساعة الظهر وبتستمر لصباح يوم الخميس بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا البنكرياس والأمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الـ 12 المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين هاي الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وإذا شعرنا بأي شيء غير اعتيادي راجع طبيبنا طبعا هذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لهزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العذراء خلو المسار القادم رح يكون يوم الغدل هو الخميس تسعة اثنين بيبدأ خلو المسار الساعة ستة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية وستة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدة بعمر ثمنتاشر يوم في تمام الساعة خمسة وسبعة واربعين دقيقة بعد العصر بصير عمر تسعة عشر يوم نسبة الإضاءة سبعة وثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدرو حتى يوم ثمنتاش اثنين منتحسة بنسبة خمسة وعشرين في المية القمر في العذراء حتى يوم تسعة اثنين منتحس بنسبة عشر في المية الآن في ساعات منتصف الليل وما بعد بصير أربعين في المية منتحس ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة خمسة عشر في المية أما في ساعات الظهر فبصير سعيد بنسبة خمسة عشر في المية ساعات المساء بصير منتحس بنسبة عشر في المية عطارد في الجدي حتى يوم احداش اثنين سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في الحوت حتى يوم 22 سعيد بنسبة 10% المريق في الجوزاء حتى يوم 25 ثلاثة سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7 ثلاثة سعيد بنسبة 15% قرنوس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 23 ثلاثة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغداكم وراحتكم ممكن تشعروا ببعض الإرهاق بسبب كثرة العباء نظموا عملكم بشكل جيد أهمش أنه ما تهملوا الواجبات حتى ولو كثرت حذروا التبذير ممكن اليوم تعالجوا مسائل مالية ورح تجدوا حلول لأمور العلاقة بالفوتير المتوجبة عليكم برج الثور ابتشتد رغبتكم في التقرب من أحبكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم حاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة وصححوا الانطباعات عنكم اثبتوا للمشككين طاقتكم ما تستسلموا للضغوط قبل تحقيق الإنجازات فعشان هيك هذا اليوم بدوا مثابرة برج الجوزاء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا اليوم تعاون من أفراد العائلة أهم شيء أن تهدئوا من روحكم وتوقفوا للتفكير قليلا ممكن تقلقوا بشأن أحد أفراد العائلة أهم شيء أنه ما تقتلقوا المشاكل ولا تخالفوا الرأي العام وما تناقشوا بجفاء بل ناقشوا بليون تامة برج السرطان بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ويعتبر هذا يوم مناسب أيضا لاجتياز امتحان وبتعززوا العلاقة مع الإخوة ومع الجيران طبعا اليوم رح تكثر عندكم الحركة والتواصل والتنقلات والحوارات والنقاشات وتعتبر هذه فترة ممتازة لعقد مؤتمر أو للقيام برحلة أهم شيء أنك ما تكثر المطالب وتجنب اعتماد أسلوب فضل أثناء التعاون مع المقربين وابتعد عن التحديات برج الأسد تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدك تكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تناقشوا موضوع مالي أهم شيء أنه ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل وبرضو لا تبذروا أموالكم وكونوا عاقلين ومتعاقذين قبل التوقيع على العقود وحددوا أهدفكم برج العذراء اليوم ثقتكم بأنفسكم أكبر من يوم أمس وبعمكم النشاط بشكل واضح بإمكانكم تبذروا لخطوة جديدة إدعاء من مكانتكم الاجتماعية اليوم ممكن تحسموا أموركم وتقرروا على أمور جديدة وممكن تفرحوا لإنفراج أو لتسوية أو لتطور أمر ما ابتلفتوا نظر الآخرين بأبكاركم الخلاقة وسرعة بديهتكم ابتنهي مفاوضاتكم اليوم لصالحكم برج الميزان يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم طبعا هاي الضغطات مستمرة لصباح الغد اللي هو صباح يوم الخميس فعشان هيك بتعيشوا اليوم برضو في دوامة من الكآبة والإحباط وتعتبر هاي فترة فيها إرهاق وتقاعص عشان هيك بتعدوا عن الأجواء الصاخبة والأماكن المقتضة وابحثوا عن الهدوء والسكينة برج العقرب بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمني ومساعدة صديق ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ممكن يطلب منك هذا اليوم خوض تجربة اجتماعية جديدة ومهمة وتتاح لك الفرصة لغربلت ومعرفلت الصديق من العدو حاول أنك تظهر انفتاح واهتمام بمحيطك الاجتماعي برج القوس يوم مناسب للأشخاص الي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ممكن اليوم تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم أهم شيء أنك تكون عند حسن الظن بك وتجنب الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذروا الحوادث برج الجديد بتنشطوا اليوم في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبرضو بتنشطوا بالتعامل مع الأجانب وأشخاص خارج البلاد وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم بتفرحوا لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن تقوموا بخطوة مباركة ممكن تتلقوا إشارة إيجابية وتعتبر هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسكم بعد العواصل برج الدلو بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة طبعا متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة حاولوا انك تطلبوا رأي الشريك قبل التمسك بأي قرار ممكن اليوم تنشغلوا بمسائل مالية أو هموم صحية وعائلية باستطاعتكم بحث موضوع قرض أو تمويل أهم إشي أنه ما تهملوا التفاصيل الدقيقة برج الحوت يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو في العاطفة بس ما بنصح إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري إلا إذا ضبطوا عصابكم دققتوا بالتفاصيل ما فرضتوا السلطة على الشريك عشان هيك اليوم بتكونوا تحذروا من توجيه أي كلام جارح أو نابي أو بغير محله لأي كان ممكن اليوم توجهوا خصم شرس أو تشتد المنافسة بينكم فعشان هيك حاولوا انكم ما تخالفوا القوانين عشان ما تصيروا مدانين هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء